فقرى ثلاثة من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار الاحترام التام لأحكامه يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبوليد الرأي العام علماً بالمتابعة القضائية المفتوحة هذا اليوم الخامس ماي 2019 ضد كل من المدعوين عثمان ترطاق، محمد مديان، وسعيد بوتفليقة وضد كل شخص يثبت تحقيق تورطه من أجل تهم المساس